عزيزي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم حلقة جديدة النهاردة موضوع في غاية الأهمية ومن أكثر المشاكل التبية انتشاراً اللي هو مواضيع الأمراض الشرج البواسير والشرخ الشرجي والنصور الشرجي بالنسبة للبواسير يعني يقال أن 50% من الناس عرضة أنها تصاب بالبواسير الشرجية وطبعاً بتكون غالباً أعراض البواسير أن المريض يشتاكي من وجود دم سواء الدم ده مصاحب للبراز أو يأتي منفصل عن البراز بيبقى فيه برضو ألم بيبقى فيه نوع من الهرش أحياناً بيبقى فيه نوع من الإفرازات البواسير أسبابها معظم البواسير هي إيه البواسير دي؟ البطانة بتاعة الشرج بيكون فيها مجموعة من الأوردة لما بيحصل تمدد في الأوردة دي بتسمى البواسير وبالبواسير إحنا بنقسمها ليه أربع درجات الدرجة الأولى أن يكون فيه تمدد في الأوردة بس إحنا مش شايفينه الدرجة الثانية أن التمدد ده يبدأ يزيد والمريض لو دخل يعني التويلت وحزا يبدأ جزء من البواسير ينزل خارج الشرج بس ممكن يرجح تاني الدرجة الثالثة أن كل البواسير تكون خارجة لكن المريض لو ضغط ممكن يرجعها تاني داخل الشرج الدرجة الرابعة والأخيرة أن البواسير تكون كلها خارج فتحة الشرج والمريض ما يقدرش أنه هو يرجع البواسير مرة أخرى البواسير فيه نوعين منها فيه البواسير الداخلية والبواسير الخارجية طبعا إحنا عارفين فتحة الشرج لو البواسير دي في الداخل فوق الفتحة والتقاء المستقيم مع الشرج دي بنسميها البواسير الداخلية وفيه طبعا البواسير الخارجية اللي ممكن أن احنا نشوفها بالعين الخارجية طب إيه أسباب البواسير؟ إحنا عارفين أن معظم حالات البواسير إحنا معرفناش إيه السبب لحد دلوقتي لكن طبعا الإمساك، الحز الجامد، زيادة الوزن، الوراثة، الحمل كل الحاجات دي ممكن أن هي تزود البواسير أو تسبب البواسير طبعا البواسير اللي بتأتي مع الحمل بتختفي بعد الولادة البواسير عشان كده إحنا بنقول دايما ليا وليكم ولكل الناس أكتر عدو لك اللي هو الإمساك الإمساك هو اللي بيسبب معظم المشاكل الطبية اللي بتكون موجودة في الشرج من البواسير والشرخ الشرجي والنصور الشرجي كل ده الإمساك بيكون عامل مهم العلاج بتاع البواسير بننصح المريض أنه هو يشرب مياه كتير يكسر من الفاكهة والخضروات والسلطات الحاجات برضو ممكن يخلط معلقتين ردة على زبادي أو ياخدهم بالفم الهدف من أن أنا أشرب مياه كتير وأكسر من الفاكهة والخضروات والسلطات أنه نعمل ما يسمى البالكي سوفت ستول أن نحن نخلي حجم البراز يبقى كبير وفي نفس الوقت يبقى طري فبالتالي يعدي من الشرج بدون ما يسبب ألام العلاج بتاع البواسير لو كانت البواسير في المرحلة الأولى ممكن ببعض الأدوية اللي بتقلل احتقان أو بتقوي الشعيرات الدموية ممكن أن هي تختفي لكن لو هي من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فيه بعض الطرق أولا يعني فيه تطور كبير قوي حدث فيه جراحات البواسير زمان كانت الجراحة التقليدية للبواسير ودي كانت بتبقى مصحوبة بألم ولازم أن احنا نضع فتيل فده كان بيبقى مؤلم جدا لمعظم المرضى دلوقتي التطور الكبير سواء جراحة البواسير أصبحت بجراحة الحديثة وجراحات الليزر وأحيانا البند اللي هو الرب وأحيانا يعني التردد الحراري أو الوسائل الحرارية سواء دياسرمي أو غيره والتبريد والجن المسدس كل دي وسائل مختلفة لعلاج البواسير الهدف منها أن هي بتقلل الألم لأن طبعا الألم كان من أكتر المشاكل اللي بتبقى مؤلمة للمريض عمليات البواسير عايز أقول دلوقتي جراحات البواسير بتتم بأمان كامل المريض بيخرج في نفس اليوم مفيش الدم الكتير مفيش الألم مفيش الفتيل اللي كنا بنحطه في الشرج الجراحة الحديثة للبواسير جراحة آمنة مهم جدا برضو زي ما قلت على حسب الدرجة بتاعة البواسير هل هي الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بنحدد نوع الجراحة بيكون إزاي بسرعة برضو هنتكلم عن الشرخ الشرجي الشرخ الشرجي احنا عارفين أن الشرج بيكون ليه بطانة لما بيحصل جرح أو شرخ في البطانة اللي بتكون مبطنة ليه داخل الشرج ده إحنا بنسميه الشرخ الشرجي وده بيكون فيه نوعين لو هو في البداية بيبقى شرخ شرجي حاد لو الساب بعد كده ممكن يتحول ليه شرخ شرجي مزمن وطبعا يعني إحنا سواء البواسير أو الشرخ لازم أن احنا بنفحص المريض ينام المريض على جنبه الشمال وبيعدي الوشه على الحيط وبياخد رجله الفوق وابتدى طبعا لازم يكون فيه إضاءة جيدة بنفحص المنطقة الخارجية لحوالين الشرخ هل بنشوف الشرخ الشرجي أو ممكن نشوف البواسير وخصوصا الخارجية وممكن نسأل المريض كمان أن يبتدي يحزق علشان نشوف لو هي بواسير من الدرجة التانية اللي هي بتنزل بس مع الحزب أحيانا برضو نشوف ما يسمى لسكين تاجز اللي ده بيكون علامة من علامات الشرخ الشرجي وغالبا الشرخ الشرجي بيكون موجود تحته مباشرة بنبتدي بعد كده بنلبس الجوانتي ونحط حاجات زي كي واي ونبتدي نحنا ندخل صبعنا ونفحص كل البطانة هل فيه بواسير هل فيه شرخ الشرجي ومكان الشرخ الشرجي وعدد الشرخ الشرجي وزي ما قلنا الشرخ الشرجي لو هو في المنطقة الأولى بنسميه شرخ الشرجي حاد لو ساب فترة من الزمن بيتحول ليه شرخ الشرجي مزمن طبعا فيه أسباب كتير برضو يعني معظم الأسباب بتاعة الشرخ الشرجي هي تكلمنا عنها في البواسير ده غالبا كمان إن معظم الشرخ الشرجي والبواسير ممكن لتنين يكونوا مع بعض بدرجة متفوتة طبعا برضو بكرر الإمساك هو العدو بتاع الشرج مهم جدا إن أنت تدخل الحمام ثلاث مرات يعني على الأقل حتى لو ما فيش رغبة في التبرز ده بيسموه البايوفيدباك عود الشرج بتاعك والمستقيم والقولون على عدم الإمساك أحيانا بنلجأ برضو ندي المريض أدوية وأدوية بتكون غالبا ملينة أو بتمنع الإمساك بنستخدم بعض الكريمات أو المراهم اللي بتكون مسكنة أو مخدرة للمنطقة بتاعت الشرج وبننصح المريض أن يدهن حوالين الشرج بيه يعني جيدا وممكن كمان سواء الكريم أو المرهم بيكون فيه زي أداة بتساعد إن الكريم ده يدخل داخل الشرج مهم جدا برضو في البواسير والشرج وبكرر تاني تشرب ميا كتير قوي تكسر جدا من الفاكهة والخضروات كل أنواع الفاكهة والخضروات لأنه هما فيهم الألياف وكمان ما فيش مانع إن احنا ناخد بعض الأدوية اللي عم تكون فيها ألياف وعم أقول برضو الردة من الحاجات المهمة جدا نتفادى إلى حد ما الحاجات الحوارق اللي هي الشطة والملح والكلام ده نحاول إن احنا نقلله بقدر الإمكان الحاجات برضو الدهون نحاول نقللها نحاول نمارس رياضة ونضبط الوزن بتاعنا قدر الإمكان مهم كمان إن أنا أفحص أو أخلي المنطقة بتاعت الشرج معظم الوقت بتكون جافة وبتكون نظيفة مهم جدا إن أنا بعد الحمام يعني نضافة الشرج بتكون من الحاجات الأساسية وبتكون مهمة جدا طبعا لو الأدوية والنصائح دي فشلت وخصوصا في الشرخ الشرجي بنلجأ للجراحة والجراحة بتاعت الشرخ الشرجي جراحة برضو عمال أقول إن جراحات البواسير والشرخ الشرجي فيها تطور كبير جدا بتتم تحت المخدر النصفي أو المخدر الكل فيه يعني تطورنا ومجموعات كتيرة من الجراحات كنا زمان بنشوف الشرخ ونشيله ونقفل دلوقتي غالبا بنعمل ما يسمى اللاترال اسفينكتروتومي إن إحنا لأن إحنا معرفناش إيه سبب الشرخ الشرجي لكن من أكتر النظريات المقبولة لنا إن الدورة الدموية اللي جاية للجزء ده من بطانة الشرج قلت ومع انقباض العدلة الداخلية للشرج لاتنين دول انقباض الشديد بتاع العدلة هو اللي أدى إلى الشرخ فبالتالي بندخل ويه بنقطع العدلة دي سواء بنقطعها جزئيا أو كليا طبعا لازم مهم جدا إن إحنا نسأل المريض هل أخبار التحكم في البراز إيه وطبعا مهم جدا كمان إن إحنا نضح في الاعتبار لو كان ده مريض سكر أو مريض قلب يعني أو السن كمان لأن برضو من ضمن أسباب البواسيرز أوقات السن لما الإنسان بيكون سنه كبير بيحصل زي ترهلات في الجدار بتاع الشرج أحيانا لو إجراحة غير ممكنة لو كان المريض متخوف أو الحالة الصحية أو الكفاءة الطبية القلب والكلام ده ما يسمحش إن المريض ياخد مخدر ممكن إن إحنا نحقن البوتوكس البوتوكس إحنا قلنا إجراحة إحنا بنقطع العدلة سواء كان قطع جزئي أو قطع كلي بس مهم جدا الجراح يكون عنده خبرة ويعرف يوصل للعدلة لأن طبعا التعامل مع عدلات الشرج بيحتاج توفيق ربنا وبيحتاج خبرة من الجراح يكون متخصص في المنطقة دي عشان لو لقدر الله فيه أي خطأ ممكن المريض يعاني من عدم تحكم وده توابعه بتكون مؤلمة نفسيا جدا للمريض لو الجراحة هنا يعني بعد الوسائل التحفظية اللي هي المية الكتير والفاكهة والخضروات ودخول الحمام ثلاث مرات والأدوية الملينة والمراهم الموضعية لو كل ده فشل والمريض متخوف أو ما ينفعش جراحة بنحقن الباتوكس بيعمل زي شلل في العدلة بتاعة التحكم طبعا يعني في الدول الخارجية بنقول لي المرضى قللوا من الكحليات اللي هم بياخدوها طبعا في الدول الخارجية مش عندنا احنا برضو ممارسة الجنس من الشرج ما يسمى الإينالسكس دي برضو من المشاكل اللي بتعمل نقل للأمراض وبتكون يعني من الحاجات اللي بتقلقنا في الشرج سواء بواسية سواء شرخ سواء التهاب سواء خراج لان برضو الأمراض اللي بتتنقل بالجنس يعني زي الإيدز وأنواح كتير جدا يمكن احنا الحمد لله الحاجات دي قليلة وبننصح يعني بتفادي أو البعد عن هذا النوع من الممارسات وفي بلادنا طبعا بعيد في الدول الخارجية بننصح أنه هم يقللوا من الكحول على قدر الإمكان ويستخدموا الواقع الزاكري قدر الإمكان النقطة الثالثة اللي هي النصور الشرجي النصور الشرجي يعني فيه نصور سفلي ونصور علوي ايه هو النصور؟ احنا عارفين أن المستقيم والشرج والجزء الخارجي لو فيه أي فتحة أو فيه أي اتصال بين الجزء الداخلي بتاع الشرج والجزء الخارجي ده بنسميه نصور لو كان النصور ده بعيد عن العضلات بتاعة التحكم احنا بنسميه نصور سفلي لو كان فوق أو من خلال العضلات بتاعة التحكم بيكون نصور علوي طبعا عشان كده لازم أن احنا نعمل الرانين المغناطيسي الرانين المغناطيسي بيقدر يحدد لنا المسار بتاع النصور وهل هو علوي ولا سفلي وهل هو معدي فوق العضلات ولا معدي داخل العضلات لأن طبعا احنا عارفين عضلات الشرج فيه العضلات الداخلية وفيه العضلات الخارجية والعضلات الخارجية بتكون ثلاث أنواع يعني أهلا بيكم مرة تانية عزيزي المشاهدين وبنتكلم في الحلقة بتاعتنا استمرارة عن البواسير الشرجية والشرخ الشرجي وكنا بنتكلم ونقول أن ما فيه سبب معين للبواسير أو الشرخ لكن قلنا أن الإمساك هو العدو وقلنا أن لازم الإنسان يتناول كمية كتيرة من المية ويكسر من الفاكهة والخضروات والسرطات والردة والحاجات اللي فيها ألياف والإنسان قدر الإمكان يؤلل من الحاجات الحوارة والدهون وقلنا أن مهم جدا أن أنت تدخل الحمام ثلاث مرات حتى لو ما فيه رغبة في التبرز والاهتمام بالنظافة الشخصية للمنطقة بتاعت الشرج وقلنا طبعا أن الحاجات برضو اللي بنوصي أن احنا نتفادى إلى حد ما أن احنا نحزأ في التويلت بقدر الإمكان خلي الحمام بتاعك يكون بطريقة يعني مرنة وبتكون طريقة سهلة طبعا اللي قلنا أن البواسير فيه أربع درجات أولى وتانية وتالتة قلنا طبعا الأعراض بتتشابه غالبا بيكون فيه ألم والألم ده بيكون مع الحمام وأحيانا بيكون متفاوت يكون بسيط أو شديد وأحيانا يستمر للفترة بعد الحمام قلنا أن يبقى فيه دم والدم أكتر مع البواسير الاثنين ممكن يكون معاهم نوع من الهرش وممكن يكون معاهم نوع من الإفرازات وتكلمنا وقلنا أن احنا غالبا بننصح المريض بالنصيح اللي احنا قلناها وبنستغرم بعض المسكنات والأدوية اللي ضد الإمساك وبنستغرم بعض الكلمات الموضعية اللي بتكون سواء لعلاج البواسير أو تكون نوع من التخدير الموضعي وتكلمنا عن أن احنا لما بنلجأ للجراحة أن فيه تطور كبير دلوقتي فيه جراحات البواسير والشرخ الشرجي وأن الجراحات التقليدية بقى والنزيف الكتير والتوسيع والفتيل والألم الشديد كل دا دلوقتي مش موجود الجراحات دلوقتي بتتم بجراحة حديثة يعني زي ما قلت فيه وسائل كتير قوي سواء استعمال المسدس سواء الفايرينج سواء جراحات بالليزر سواء جراحات بالدياسيرمي كل الجراحات دي طبعا بتمنع أو بتقلل الألم وبنتفادى بالكامل دلوقتي الفتيل اللي كان بيبقى ألم وبنضمن كمان أن المهم جدا أن احنا نقلل الألم ونضمن أن عدم ارتجاع لأن كان من مشاكل البواسير والشرخ الشرجي أن الأمراض بترجع مرة تانية دلوقتي مع جراحات الحديثة الحاجات دي ما بترجحش معنا مجموعة من الفيديوهات لو أمكن السيد المخرجي عرض لنا تساعدنا كمان في شرح الجراحات الحديثة للبواسير والشرخ الشرجي وكمان لما يبقى فيه خراج حوالين الشرج بيبقى فيه ألم شديد واتفاع في الحرارة وانجرد ما الإنسان يضغط حوالين الشرج بيكون فيه ألم شديد المهم الخراجي لحوالين الشرج ده لازم يتعالج بسرعة لو كان بالأدوية في أول يعني يوم لو كان اتأخر المريض أكتر من 48 ساعة وبدأ يبقى فيه صديد لازم الجراحة والجراحة ما يسمى الكروشيت انسجن ولازم تكون فتحة ولازم يتم تفريغ كل الصديد اللي بيكون حوالين الشرج لان لو تساب الخراج اللي حوالين فتحة الشرج بيعمل نصور شرجي وقلت النصور هو عبارة عن فتحة بتكون بين المستقيم والشرج الداخلي والفتحة الخارجية وتكلمت طبعا قلت ان النصور ده ممكن يكون نصور بسيط جدا سفلي وده جراحة كده بسيطة وممكن يكون نصور علوي متشعب مرتجع ليه أكتر من فتحة وطبعا أكتر حاجة بتسخص النصور الشرجي اللي هي طبعا بجانب الألم والهرش ان بيكون فيه بعض الإفرازات والمريض بيشتكي ان الملابس الداخلية بتاعته أحيانا بتكون سجد أو بتكون مبتلة أو بيكون فيها جزء من الأمعاء أو محترات الأمعاء أو البراز أشعة الرنين المغناطيسي بتساعدنا بشدة على ان احنا نفرق بين النصور ده هو علوي ولا سفلي ولا متشعب ولا متوغل داخل العضلات لان انا اتكلمت وقلت عضلات التحكم بيكون فيه العضلات الداخلية والعضلات الخارجية لكن عايز اطمن الجميع ان حتى النصور الشرجي حتى لو علوي حتى لو متشعب الجراحات دلوقتي مع توافر توفيق ربنا والخبرة بيتم استقصال النصور جراحيا بالكامل ويتم الحفاظ على العضلات بتاعت الشرج حتى لو النصور ده علوي او متشعب او متوغل داخل العضلات لان احنا قلنا لا يجب يعني او غير مسموح باي اطع في العضلات لان طبعا اي خطأ لقدر الله النتيجة بتكون عدم تحكم في البراز وزي ما اتكلمت وقلت ده بيكون شيء نفسيا للمريض بيكون فيه صعوبة شوية طبعا مهم جدا برضو السقوط الشرجي انا كل الحلقة دي بنتكلم عن الامراض الحميدة احنا يعني بنتكلم عن البواسير والشرخ والخراج والنصور والسقوط الشرجي السقوط الشرجي ده لازم نفرق هل هو بواسير من الدرجة الرابعة هل هو سقوط شرجي في الاطفال بنشوفه كتير الاطفال لما بيجي لهم نوع من الاسهال والنازلة المعاوية الشديدة ممكن تلاقي الشرج نزل الناس الكبيرة في السن احيانا وخصوصا احنا طبعا بنفتقد هنا اللي هو ما يسمى تأهيل او التمرنات بتاعت عضلات الحود او تأوية بتاعت عضلات الحود الناس في كل الدول بتهتم وخصوصا السيدات بعد الولادة الطبيعية والكلام ده مهم جدا انها تهتم بالتمرنات اللي بتأوي العضلات بتاعت الحود علشان نتفادى ونمنع ان يبقى فيه سقوط شرجي اوقات طبعا سقوط الشرجي بيكون معاه اكتر بنشوف ما يسمى سقوط مهبلي واحيانا كمان يكون فيه سقوط للمسانة البولية طبعا بتكون فيه درجات العلاج بتاعه بيختلف ان احنا ممكن اوقات بنحقن بعض الحقن وزي ما اتكلمت ان حتى فيه الشرخ الشرجي ممكن نحقن الباتوكس عشان يعمل شلل في عضلة التحكم وتكلمت في البواسير ان احنا ممكن نحقن بعض المواد اللي هي بنسميها سكريرو سيرابي الهدف انها بتعمل فيبروزيس او تعمل تلايف في الجدار بتاع البواسير وبالتالي الدورة الدموية او التمدد اللي بيكون حاصل في الاوريدة ده بيختفي برضو في السقوط الشرجي لو كان السقوط الشرجي دوت بسيط بنحقن بعض المواد اللي بتخلي هنا الهدف انها تعمل نوع من الالتصاق بين المستقيم البلفك فاشية او هي الحوض عشان ما ينزلش الشرج مرة اخرى طبعا لو السقوط الشرجي ده الدرجة بتاحته كبيرة والطرق التحفظية البسيطة دي فشلت بنلجأ لي الجراحة ودلوقتي الجراحة ممكن تتم بيه الجراحة العادية التقليدية او جراحة المنظار اكتر دلوقتي بنعمل جراحات السقوط الشرجي بالمنظار سواء ان احنا بنعمل بنركب شبكة علشان تضمن لنا التصاق المستقيم وما ينزلش مرة تانية ولو الامور بتكون متقدمة اوي احيانا بنلجأ ان احنا نستقصل جزء من المستقيم دوت اللي هو بيكون يعني مترهل او نازل مهم جدا في كل امراض الشرج اللي هي يعني اتمنى عرض الفيديوهات زي ما قلتها تساعدنا في التفسير بتاع الكلام اللي احنا بنقوله وتبسط الموضوع للسادة المشاهدين لكن في كل الاحوال يعني انا عايز اقول رسالة طمأنة الناس كانت بتخاف من البواسير بتخاف من الشرخ بتخاف من الالم بتاع الجراحات الفتيل اللي كان بيوضع كل الكلام النزيف الشديد ان انا خاف ان نعمل العمليات دي يعني التحكم بعد كده يبقى فيه مشكلة لا عايز اقول ان الجراحات دلوقتي اصبحت يسيرة بتخرج في نفس اليوم كمية قلم قليلة جدا تقريبا ما بتشعرش بيها مفيش الفتيل ده نهائي مجرد غيار خارجي بترجع لشغلك في خلال اسبوع لان احنا بنهتم جدا لمرضى البواسير والشرخ الشرجي والنصور الشرجي والخراج والسقوط الشرجي بنهتم بجودة الحياة مهم جدا ان انا اخليك بدون قلم ان انت ترجع شغلك وترجع حياتك بس حتى لما بعد الجراحة انا دايما بوصيك برضو ووصي نفسي ووصي الجميع ان احنا نتفادى برضو الامساك ان احنا نشرب مية كتير قوي ان احنا نكشر دايما من انا دايما بنصح الجميع ان طبق السلطة يكون موجود في الفطار والغدا والعشا ان انا انصح ان انت تتناول كمية كبيرة جدا من الفاكه وي الخضروات انا يهمني جدا ان انت تاكل مثلا مش مش تاكل برقو تاكل بطيخ تاكل عنب انا بتكلم على الفاكه الموجودة دلوقتي انا يهمني انك تاكل الفاكه لان انا عايز الالياف اكتر من انت تشرب العصير حتى لو العصير ده فريش انا يهمني جدا الفاكه انا عايز الالياف اللي بتكون موجودة طبق السلطة بكل مكونات والطماطم الخيار الكلام ده الحاجات دي مهمة جدا جدا لانه ده زي ما قلت اللي بيعمل السوفت بالكي ستون ستول تتناول كمان الردة اللي احنا موجودة عندنا وفي كل بيت الردة دي اسمها بران الاجانب بيعملوها دواء وبتعو الكلام ده لا انا ممكن اخد واخد كمية من الردة سواء تاخدها على مية سواء تاخدها على زبادي سواء بييدك كده وتاخدها في المباشرة المهم عند ان انت تاخدها لان هي بتمتص بتمتص المية الاهتمام بالنظافة بتاعت الشرج وتخليها دايما جافة نتفادى الحاجات الخطأ طبعا والممارسات الجنسية من الشرج ونهتم بي نتفادى برضو كل الامراض اللي بتتنقل عن طريق الجنس طبعا مهم جدا لمجموعة من المرضى اللي بيكون عندهم ما يسمى الريتابل باول سندروم او الانفلاماتوري باول سندروم اللي بتكون عندهم لامراض التقرحية زي الأرثة في كولايتس والكورونزي ديزيز دول بيكونوا نوع خاصة من المرضى بيكونوا عاملين لان انا طبعا زي ما قلت ان انا بشوف المنطقة بتاعة الشرج من الخارج وبلبس جلافزو وافحص الشرج ولكن احيانا برضو بحتاج ما يسمى المنظار الشرجي اللي هو الونسكوب ده بيكون في العيادة ولكن لو لسه الدم مستمر بحتاج ان انا اعمل منظار على الشرج والمستقيم وكل القولون عشان اتأكد ان ده بس عندي سبب موضعي سواء بواسير سواء شرخ وتأكد ان ما عنديش مثلا عيوب خلقية في القولون او لقدر الله او رام في القولون او ان يكون فيه قرحة سواء في المعدة او في القولون لان كل ده لان مهم جدا ان انت تحلل الشكوى بتاعة المريض تحلل الدم ده هل الدم ده لونه احمر ولا لونه متغير هل الدم ده بيجي انت شفته مثلا مع البراز انت شفته في المنديل بتاع الحمام انت شفته في الحمام بعد طيب مهم جدا الالم هل الالم بيكون بسيط هل بيكون شديد هل الالم ده بيكون بس مع الحمام ولا بيستمر بعد الحمام طبيعتك ان انت عندك امساك يعني انا باستغرب الناس تقولي انا بدخل حمام لا مهم جدا مهم جدا ان احنا ندخل الحمام في اليوم الواحد ثلاث مرات وزي ما قلت حتى لو مفيش رغبة في التبرز ده بنسميه فيدباك باستمرارية ده القولون بتاع حضرتك يعني هو خلاص هيتعود ان انت تدخل الحمام وده بيكون مهم جدا وخصوصا اهلنا الكبار في السن لان طبعا المريض اللي بيكون كبير في السن بتكون الامساك عنده فرصته اكتر لان الاعصاب ببرور الوقت ولو كان كمان مع السن ده فيه سكر بيبقى فيه ضعف شوية فاحنا علشان كده لا لازم ناخد فكهة وخضروات وصلطات كتير قوي لازم ناخد مياه كتير قوي عشان يبقى فيه براس عشان يخليك تدخل الحمام مهم جدا ان انت من نفسك تدخل الحمام ثلاث مرات في اليوم وتتفادى الامساك بشدة مهم جدا ان انت تحافظ لطول الوقت او معظم الوقت على المنطقة بتاعت الشرج طبعا تبقى جفة ما يبقاش فيها شعر ما يبقاش فيها ملوسات كل الكلام ده بيكون مهم جدا جدا طبعا احنا في فترة الصيف نتفادى بقدر الامكان طبعا ان انت تجلس على حاجات بتكون شخنة قوي لان ده برضو من الحاجات اللي بتأثر على الشرج المعلومات اللي احنا قلناها احنا تتكلمنا عن الموضوع بتاع النهاردة بيكون يعني واسع الانتشار قلت ان 50% من الناس عرضا ان يجيلها بواسير قلت للسيدة اللي يجيلها بواسير اثناء الحمد ما تلاقيش مجرد بعد الولادة طبعا ضغط الراحم على المستقيم هو اللي بيقدي ليه البواسير بعد الولادة ان ممكن تختفي البواسير دي من نفسها برضو بعض مريض بتاع البواسير ممكن يحصل منها مضعفات ممكن يحصل تجلر في البواسير ودي نسبة بشوفها من المرضى ان هو ييجي قلم شديد قوي وانتفاخ في منطقة الشرج دول ما بينفحش ليهم جراحة في الوقت ده بنعمل لهم بعض الكمادات ويعني ممكن ياخد يعني دش ساخن او يحط كمان كمادات تلج الاتنين ينفعوا وبنحط ليهم بعض الكمادات الطبية وبننصحهم ببعض الكريمات وبعض الأدوية وبنشوفهم كمان الأمور بتقل بعد حوالي عشر أيام وممكن بعد ثلاث أسابيع ان احنا نحضرهم للجراحة الجراحة زي ما قلت ممكن تتم بيه المخدر النصفي والمخدر الكلي وفيه بعض المدارس الطبية بتقول انه ممكن لو المريض متعاون بعد هذه الجراحات تتم بيه المخدر الموضعي برضو بكرر الجراحات أصبحت يسيرة أصبحت بدون ألم أصبحت بدون نزيف أصبحت دلوقت بتتم بطرق الحديثة وعلى أشهرها طبعا الليزر بيكون ليه دور كبير جدا فيه جراحات البوسير والشرخ الشراجي والنصور الشراجي والسقوط الشراجي قلت طبعا ان الخبرة مهمة جدا علشان تكون عارف التركيبة التشرحية للمنطقة بتاعة الشراج سواء العضلات الداخلية سواء العضلات الخارجية ده بيكون مهم جدا طبعا ان انت تعمل أشعة الرنين المغناطيسي دي مهم جدا ويكون في مركز وعنده دكتور عنده خبرة يعرف يقرأ الأشعة دي كويس قوي طبعا كمان أحيانا الأشعة التلفزيونية من خلال الشراج بتساعدنا في تحديد نوع النصور والعضلات وعلاقة النصور بي العضلات وكمان بتساعدنا في تحديد البواسير وفي الشريان أو الوريد الرئيسي اللي بيكون مغزي بي البواسير وده اللي بنقدر نخش بالباند أو الحلقة ان احنا نربط البواسير دي يتم ربط البواسير يعتم ربط البواسير طبعا أو يتم زي ما قلت الجراحة لها يعني في النهاية بتاعت الحلقة عايز أقول أن رغم انتشار البواسير والشرخ والنصور والسقوط لكن رسالة طمأنة للجميع زي ما قلت الجراحات دلوقتي أصبحت يسيرة أصبحت بسيطة أصبحت بتخرج في نفس اليوم أصبحت مفيش ألم أصبح مفيش فتيل أصبح مفيش نزيف الأهم أن أنا بأوصي جميع نشرب مياه كتير قوي نكسر من الفاكهة والخضروات والسلطات ثلاث مرات في اليوم فطار غدا عاشا يكون طبق السلطة والفاكهة والخضروات نقلل من الدهون نقلل من الحوارق الأهم كمان نتفادى الإمساك عايز تحافظ على الشرج عايز تتفادى البواسير والشرخ والنصور ابعد بالكامل عن الإمساك سواء تاخد أدوية ملينة والأهم من كده عود القولون بتاعك أن أنت تدخل الحمام ثلاث مرات بشكر القناة والقائمين على البرنامج وكل سنة وأنتم بخير